لا ينبغي تفسير غياب حركة الاحتجاج الجماهرية في العراق حالياً على أنه علامة على أن الشباب أصبحوا أقل طموحاً هذا ما أكده المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية شاتشام هاوس الذي قال في دراسة تحت عنوان وكلا تغيير الشباب في العراق قال أنه بعد مرور خمس سنوات على بدء ثورة تشرين التي عملت على الإطاحة بالعملية السياسية التي بنيت على مفاهم المحاصصة الطائفية وحولت العراق إلى مرتع للفساد والفشل السياسي فأن شباب العراق لم يصبحوا أكثر قبولاً للوضع الراهن وتوضح الدراسة تحديات النظامية التي يواجهها الشباب العراقيون في جهودهم الرامية إلى تحدي الهياكل والأعراف القائمة ففي كثير من الأحيان تجهلت الاستجابات والبرامج السياسية المحلية والدولية التي تهدف إلى إشراك الشباب وبناء القدرات الفنية إمكانات الشباب ليكونوا شركاء قادرين على قيادة المبادرات والتأثير على التغيير النظامي وعلى مدى العقدين الماضيين فشلت المغادرات الوطنية والدولية المتعاقبة إلى جانب موجات الحركات الاحتجاجية في معالجة أحد المظالم الرئيسة لشباب العراق بشكل مناسب وافتقرت إلى الفرص التي يمكن أن تعدهم بشكل صحيح لمستقبل يمكنهم فيها أن يكونوا مشاركين نشطين في الحكومة والاقتصاد والمجتمع الأوسع ويواجه شباب العراق التحديات الحكومية في شكل خطوط حمر وبرقراطية في دعوتهم إلى التغيير وتعاملت الحكومات بعد احتلال العراق عام 2003 مع شباب بوصفهم مجموعة يمكن التفاعل معها حينما يتوافق ذلك مع مصالح الإدارية والسياسية والطائفية وعادة ما ينظر أصحاب المصلحة الدوليون إلى الشباب العراقيين في المقام الأول باعتبارهم متلقين للمساعدات أو التوميل بما يتماشى مع الأولويات المحددة سلفا من قبل الجهات المانحة ولم يشهد العراق منذ تولي الحكومات الموالية لإيران أن يتحسن على المستوى الأمني والاقتصادي تعمدت الأحزاب الحاكمة إلى إسكاة الأصوات المعارضة وقمعها قبل أن تشرع بإعلان لجان تحقيقية لتسويف قضايا القمع في مشهد يفضح زيف تصريحات المسؤولين عن الاستقرار الأمني والسياسي وسيادة سلطة القانون في البلاد